مرحبا فيكم حبازي برج الحوز فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عاملك شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كارت كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع أن تحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص في الشخص اللي أنت حطه في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخبيرنا هذا الشهر للحوت الحوت بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد آآ فترة خاطمة كانت شايفي كل شي عندك هاي الفترة يا حوت شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعة صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي آآ اللي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع آآ لحد يتما سبب لك هذا الموضوع مثل أو يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل آآ الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك آآ كان في عندك آآ مثل نفور آآ ناحية آآ شخص أو ناحية آآ كل المحيط اللي حواليك آآ عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى إنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من آآ شغلة في أمور أو مهام انت حتى لو بالعمل آآ في مهام رح تسند إليك في آآ شغلات آآ رح آآ يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح اتحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هما هدولة اللي كان في بناتهم آآ أو بينك آآ صراع آآ رح آآ يصير في حسد أو كذا فادير بالك آآ منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين آآ شايفيت لك على في محكمة على نجاح في آآ آآ ممكن يكون آآ طلاق حضانة أولاد ممكن يكون آآ في محكمة معينة ممكن حتى زواج آآ رح تكون على 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 نجاح آآ خليني نحكي الأبراج بشكل عام في عنا جوزاء سرطان آآ تور آآ آآ في ابراج نارية كتير يعني في هوائية آآ آآ كتير عم بتكون وفي ترابية شوي طيب آآ شايفة في شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما آآ يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا آآ ديروا بالكم آآ هذا الشخص في شخص آآ غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون آآ صراع نفسي أو سبب لكم مثل أزمة آآ نفسية آآ آآ هذا الشخص رح يعرف آآ غلطه آآ رح يرجع وبايده خلينا نقول للدوى أو بايده الدوى للجراح تبعيتك آآ رح يكون آآ رافع يعني راية السلام آآ ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة آآ مشاكل وآآ يعني غيرك انت آآ فعم بشوفكم آآ اجتماع عم تجتمعوا مع بعض آآ عم بتتوجهوا هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة آآ علاقة حب ضمن العمل ممكن تكون آآ شايفة في انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على آآ صعيد العاطفة على آآ انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان شايف حاله الشريك أو كزا شايفة الأمور آآ راح تنعكس آآ شايفة انه في علاقة ثالثة منتهية أو راح تنتهي بالقريب آآ العاجل آآ هون مبين شايفة عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن آآ شغلات من هالنوع آآ لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا آآ أو ممكن عملية جراحية تكون آآ ممكن آآ يكون مع معنى الكرت انه آآ انه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون آآ خلينا نقول يعني منصف أكتر آآ ولكن هاد الشخص بدك تكون شوي حذر منه آآ هاد الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات آآ هو شخص خلينا نقول مش ناضج آآ تماما فنكون شوي بس هو بحبنا احنا بنحبه لكن آآ عم بيكون في شوية مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نطوج كفاية بشوفه هاد الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية نشوف كمان على العاطفة هون عم بشوفك آآ في اشخاص عم يدعو لك آآ في الليل يا برج الحوت آآ عم بيحبوك من قلبهم يمكن يكونوا ام او اخوات لانهم اناس آآ عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق آآ لأي لك في اشخاص بيحبوك يعني نيالك آآ في عندك حب حقيقي اللي قلنا آآ عليه ولكن زي ما قلت لك انت فعلا راح تكون حريص من هذا آآ الشخص شايك تغير عندك آآ تغير جذري آآ من ناحية الحب والعلاقة تغير في آآ خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة في آآ تجديد على هذا الصعيد شايفيتو الحبيب من بعد ما كان كتير آآ خلينا نقول آآ معازمام الامور وهو متحكم بالامور عم تنقلب الورقة عم تنقلب يعني الآية شايفو عم يتطلع لك آآ حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو انه شايفك متل الجوهرة ومتل الشغلة اللي ما رح تتخرر آآ لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الاخير العلاقة الثالثة مع الاعمال والاسحار آآ لكن شايفة بعديها في انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك في انتصارات آآ ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب لأ يعني انك فسبت الحبيب والحبيب آآ كسبك آآ من بعد العلاقة السلاسية من بعد تدخل يمكن آآ من العائلة هو مش شرط يكون خيانة او كزا آآ المهم آآ انتو رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبادلة آآ ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك آآ ناحيته خلينا نشوف آآ عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز آآ شو عم آآ بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها. اوه حلو. هون بعم بشوف آآ اللي هو تحسن مالي آآ والتحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة آآ التطور بالعمل. فشايفة ان التطور بالعمل في آآ امنيات في العمل في آآ ترقيات اكتر من ترقية في هاي الفترة آآ مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله قلال هاي الفترة. شوف ازا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت. آآ نفس الكارت لا بشوي. آآ هون بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح آآ كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر آآ رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ آآ رح ترجع حقك من الحبيب آآ كيف بيقوله وزيادة يعني آآ رح تركز على انه تترجع حقك آآ منه هو غلط يمكن معاك بواحد واثنين وثلات رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معه صفحة جديدة لانه مبين انه التنين انتو آآ مالكين قلوب آآ بعض. انا هيك شايفة بالكارت اكتر شي. نشوف كرقوت آآ ازا في نصيحة معينة. ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل الحبيب. الحبيب ممكن يقدم لك شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص. كنت خلص فاقدة الامل في هذا الشخص او مش حاطت عليه كتير يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاطها كتير على الشريك. عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور مثل تطمينات مثل آآ هو رح يكون صلاح الدين يمكن مثل آآ بيقولوه له مصباح على الدين او شي. آآ رح يكون مثل هيك مضارف ان شاء الله يكون يا رب. آآ بس عم يعني بسحب كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بس تعمل كروت مختلفة لابراج مختلفة. هو اصلا وقع لحاله. شايفي فسطان زفاف شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب. لناس اللي حابين يعني. خلينا نشوف الكروت مسلا. اه حلو طلعت لك مثل بيقول لك انا عم بحمل لك رسالة من الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود عم بيقول لك انه هو سعيد. آآ وبسلام بيقول لك آآ بيقول لك انه بيحبك كتير. اه هاد الكرت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة. حبايبي بورس. الحوت. نشوف كمان. الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون. نقلب. عم بتركزوا على الزكريات. عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من اول وجديد. عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت الفاترة. فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الاماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف. بس هو هيك كان الكرت. حبايبي بورس.